السلام عليكم معكم السيدالي حازمونير والنهاردة هتكلم معكم عن أعراض مرض السكر كتير من مرضى السكر بيصابوا بمرض السكر ومش بيحصل لهم أعراض وأحيانا بتحصل الأعراض لكن مش بينتبهوا ليها وطبعا أنا هنا بتكلم على مرضى السكر اللي مصابين بمرض السكر من النوع الثاني أما مرضى السكر اللي عندهم مرضى السكر النوع الأول فدول معظمهم بيبان عندهم الأعراض من بدري في الأعراض اللي أنا حاولها دي قد تكون دلالة على أن حضرتك بتعاني من مرضى السكر ويجب الرجوع إلى الطبيب المعالج ولكن زي ما قلت أحيانا مريض السكر بنكتشفه بالصدفة بدون أعراض وده بيكون عن طريق كياس مستوى السكر في الدم وعملنا حلقة مخصوص لي اسمها مستوى السكر الطبيعي في الدم هتلاقيها في وصف الفيديو والتعليقات تعالوا بقى نشوف إيه هي أعراض مرض السكر رقم واحد زيادة الإحساس بالعطش رقم اتنين قصرة التبول وسبب زيادة الإحساس بالعطش وقصرة التبول إن السكر بيكون زيادة في الدم فالكلة بتحاول تتخلص منه عن طريق إنه يتنزله في البول وتسحب معاه المية فيحصل زيادة الإحساس بالعطش والتبول رقم ثلاثة الجوع الشديد رقم أربعة الإرهاق والتعب ودول بيكون سببهم إن السكر بيكون زيادة في الدم والسكر ده مش قادر يدخل الخلية عشان يمدها بالطاقة والغذاء بتحها نتيجة إن مفيش إنسولين لو حضرتك بتعاني من مرض السكر النوع الأول أما لو حضرتك بتعاني من مرض السكر النوع الثاني فهنا الإنسولين بيكون موجود ولكن بشكل غير كافي أو موجود بشكل كافي ولكن في مشكلة في حساسية مستقبلات الإنسولين فلذلك برضو السكر مش بيدخل الخلية أو بيدخل جزء صغير منه فلذلك الخلية ما بتاخدش الطاقة والغذاء بتحها ومن ضمن الخلايا ديت هي الخلايا اللي موجودة في العضلات فما تاخدش الطاقة والغذاء فتشعر دايما بإحساس التعب والإرهاق رقم خمسة فقدان الوزن بدون سبب يعني حضرتك ما عندكش أي أمراض أخرى تنقص من وزنك زي مثلا أمراض الغضة الدركية وخلافه أو مش عامل حمية غذائية أو مش بتاخد أدوية تخسيس وتلاقي وزنك بينزل لوحده فهنا بنشك إنك ممكن تكون مريض سكر رقم ستة ضعف الإبصار وزغلالة في الرؤية وده معناه إنك بقالك فترة عندك السكر ومش عارف لأن العرض ده مش بيبان في بداية الإصابة بالمرض رقم سبعة التهابات الجلد المتكررة والالتهابات اللي بتكون في المناطق التناسلية بالأخص في السيدات وزي ما احنا عارفين إن السيدات بيجي لهم أحيانا التهابات في المناطق التناسلية بالأخص الفطريات ولكن لو لقينا الالتهابات دي متكررة باستمرار فالأفضل إن حضرتك تحلل السكر لاستبعاده رقم تمانية تأخر التقام الجروح وده برضو معناه إن بقالك فترة عندك السكر ومش عارف لأن العرض ده بيبان بعد فترة من الإصابة بمرض السكر وبيكون سببه هو ضعف والتهاب في الأعصاب الترفية يبقى لو حبينا كده نلخص أعراض مرض السكر سريعا رقم واحد زيادة الإحساس بالعطش رقم اثنين كسرة التبول رقم ثلاثة الجوع الشديد رقم أربعة الإرهاق والتعب رقم خمسة فقدان الوزن بدون سبب رقم ستة ضعف الإفسار وزغلالة في الرؤية رقم سبعة التهابات الجلد المتكررة رقم تمانية تأخر التقام الجروح مرض السكر من الأمراض السهلة التحكم فيها وكل ما منكتشفه بدري كل ما نعرف نسيطر عليه أفضل وكنا برضه عملنا حلقة عن كيفية متابعة مريض السكر هتلاقي رابط الحلقة في وصف الفيديو والتعليقات فلو حضرتك مريض سكر من النوع الأول فالعلاج بيكون إنسولين فقط أما لو حضرتك مريض سكر من النوع الثاني فالعلاج بيكون أدوية فموية أو حؤن وممكن برضه الطبيب يكتب لك معاهم الإنسولين في بعض الحالات وعلى فكرة مريض السكر ممكن يتعالج بدون أدوية في بعض الحالات البسيطة ودي هنعمل لها حلقة مخصوص ما تنسوش بقى تشتركوا بالقناة واتفعلوا الجرس عشان يصل لكم جميع الحلقات كان معكم الصيدلي حازم منير بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته